أنها محاولة فاشلة للانقلاب وهو تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقة هؤلاء جزائيا وقد بادرت منذ قليل السيدة وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية تبقى الفصل الثالث والعشرين من بجلة الإجراءات الجزائية بفتح دعوة أمامه النيابة العمومية وتأجه إلى الشعب التونسي بأن يكون في هذه اللحظات الدقيقة والخطيرة التي تعيش وتونس أن يكون ثابتا متماسكا وأن لا يترك أيا كان من هؤلاء الذين لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم يتسللون إلى صفوفهم وبالتأكيد سيعبر الشعب عن إرادته ولكن في إطار السلم وفي إطار احترام قوانين الدولة وأحذر من أن أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون وفي إطار احترام القانون بقواتنا المسلحة العسكرية وبقواتنا المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها عاشت تونس حرة مستقلة أبدا الدهر وعاشت الجمهورية وسيحقق الشعب التونسي آماله وسيحقق مطالبه ونتحمل المسئولية في ذلك أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب المسئولية تقتضي أن نتخذ هذه الإجراءات حفاظا على الدولة وعلى استمراريتها ماذا يعني أن يقال أن كل المرسيم التي تم اتخاذها تم إلغاؤها من قبل من اجتمعوا في أي مكان اجتمعوا وما معنى يقع إلغاؤها يعني هل هؤلاء وععون بما يفعلون أقول لهم أن عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم بل ليس لديهم عمق وأن شراياتنا وأن شراياتنا نستبدها من الدستور ونستبدها من الشعب الذي فوضنا وأقول لهم وأقول لهؤلاء الذين يتحدثون كل يوم عن الحريات أقول لهم نحن نضمن الحريات وهم خطر على الحريات خطر على الدولة ومن يعتقد أن مؤسسات يمكن التسلل إليها كما تسللوا إلى عديد المؤسسات فأنواهم الدولة قائمة والدولة ستستمر والجمهورية ستستمر ترجمة نانسي قنقر